السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى اليوم سنرى تطبيقات للنسبة المئوية نلاحظ هذه المسألة سنرى مسألة بها ثلاثة تعليمات وضع تاجر لافتة على باب المتجر فيها تخفيض قدره ثلاثون في المئة في هذا الملجر هناك تخفيض بثلاثون في المئة على جميع الملابس التي توجد في هذا الملجر رقم واحد أرادت سلمى شراء فستان هذا الفستان بطاقة ثمانه بها مئة وخمسون دره يعني هذا الفستان ثمانه مئة وخمسون دره أحسب كم ستدفع سلمى بعد التخفيض إذن كم هو المبلغ الذي ستؤديه سلمى علما أن هناك تخفيض ثلاثون في المئة هل سلمى ستدفع مئة وخمسون درهم للفستان؟ بالطبع لا لأن هناك تخفيض يعني كل ثمن فيه تخفيض يعني سننقص من ثمنه حسب هذه نسبة المئوية ثلاثون في المئة السؤال هو كم ستدفع إذن سلمى؟ لأن تخفيض ثلاثين في المئة ماذا تعني؟ ثلاثين في المئة يعني كل مئة فيها تخفيض بثلاثين درهم إذا كان مثلا سروال بمئة درهم فهناك تخفيض بثلاثين درهم إذن كم ستدفع إلى هذا السروال؟ كم؟ سبعون درهم ثمنه مئة درهم فيه تخفيض ثلاثون درهم إذن مئة ناقص ثلاثون تساوي سبعون إذن الآن هذا الفستان ثمنه مئة وخمسون درهم إذن كم ستدفع سلمى لشرائه؟ بكم ستشتريه إذن؟ ثلاثون في المئة يعني ماذا تعني؟ كل مئة فيها تخفيض بثلاثون درهم إذا كان ثمنه السروال مئة درهم ففيه تخفيض ثلاثون درهم إذن ثمنه بعد التخفيض بعد التخفيض هو كان مئة لكن هل سيدفع مئة؟ لا هناك تخفيض بثلاثون مئة ناقص ثلاثون سبعون سيصبح ثمنه سبعون درهم إذن كذلك بالنسبة لسلمى قلنا فستان كم سنخفض منه؟ إذن أحسن طريقة نستعمل جدول الرابع المتنسب لدينا الثمن لدينا قدر التخفيض كم سنخفض؟ ولدينا المعلومة أن كل مئة كما رأينا نخفض منها ثلاثون كل مئة درهم ننقص منها أو فيها تخفيض بثلاثين درهم إذن هاد مئة وخمسون درهم كم سيكون قدر التخفيض فيها؟ قدر التخفيض نكتب الجملة ثم نحسب نستعمل جداء الوسطين تقسيم العدد الثالث لكي نجد الرابع المتنسب إذن مئة وخمسون في ثلاثون تقسم مئة ثلاثة في خمسة عشر خمسة وأربعون ونضف الصفرانية أربعة آلاف وخمسم مئة تقسم مئة تساوي كم؟ تساوي خمسة وأربعون درهم إذن بالنسبة لمئة وخمسة درهم ففيها تخفيض قدره خمسة وأربعين درهم ومنه إذن كم سيصبح ثمان الفستان إذن ثمان الفستان بعد التخفيض هو كان مئة وخمسون درهم لكن فيه تخفيض بخمسة وأربعين درهم مئة وخمسون ناقص خمسة وأربعون تساوي مئة وخمسة درهم إذن سلما ستدفع مئة وخمسة درهم ثمان لهذا الفستان إذن هذه الحالة الأولى لدينا النسبة المئوية للتخفيض ثلاثون في المئة وأردنا أن نحسب ثمان الفستان بعد التخفيض أولا نحسب قدر هذا التخفيض نستعمل الرابع المتناسب بعد ذلك سنجد ثمان الفستان بعد التخفيض يعني نأخذ ثمان الأول وننقص منه قدر التخفيض الذي وجدنا وسنجد الثمان الجديد يعني الثمان بعد التخفيض الآن سنرى حالة أخرى تعليم الثانية إشترى كاريم حذاء حيث حصل على التخفيض قدره 48 درهم أحسب ثمان الحذاء قبل التخفيض إ kl vol. حيث حصل على تخفيض قدره 48 درهم إذن أحسب ثمان الحذاء قبل التخفيض الثمان الأول نتحدث على نفس المتجر لدينا تخفيض 30% نتحدث عن نفس المتجر إذن كيف سنحسب الثمن الحداء قبل أن يحصل فيه تخفيض هو حصل على تخفيض قدره 48 درهم دائما نستعمل جدول الرابع المتناسب لاحظوا معي قلنا في نفس المتجر يشترك كلم حداء إذن لدينا معلومة الأولى بالنسبة لهذا المتجر كل 100 فيها تخفيض قدره 30 درهم إذا الكريم حصل على تخفيض كم 48 درهم لاحظوا أنا أضع العدد 48 هو قدر التخفيض إذن كم ثمن الحداء كم ثمن الحداء قبل تخفيض لاحظوا 30 درهم فهي تخفض من كل 100 درهم إذن هنا حصل كريم على تخفيض 48 درهم كم كان ثمن الحداء ثم نحسب باستعمال جداء الطرفين تقسم العدد الثالث تساوي 48 في 100 تقسم 30 في 100 نضيف الصفرين تساوي 4800 على 30 يعني تقسم 30 تساوي كم سنجد 160 درهم إذن هذا هو ثمن الحداء قبل التخفيض كان ثمنه 160 درهم إذن ثمن الحداء قبل التخفيض هو 160 درهم يمكن أن نقول كم سيدفع كريم بعد التخفيض 160 درهم ناقص 48 درهم تساوي 112 درهم فهذه حالة تانية عكس الحالة الأولى لنسى نرى حالة أخرى الحالة الثالثة في متجر للعب متجر آخر وليس المتجر الأول المتجر آخر للعب أراد أحمد شراء دمية لأخته يشير ثمنها لمبلغ 200 درهم ثمن اللعبة 200 درهم لكن البائع أخبره أن هناك تخفيضاً في هذا الأسبوع حيث دفع فقط 160 درهم السؤال هو أحسب النسبة المئوية للتخفيض أحسب النسبة المئوية للتخفيض حالة أخرى هنا لا نعرف النسبة المئوية نحن سنحسب النسبة المئوية للتخفيض ثمن الدمية كان 200 درهم لكن أحمد حصل على تخفيض فدفع فقط 160 درهم يعني كم هي النسبة المئوية للتخفيض النسبة المئوية يعني سنرى 100 كل 100 كم فيها من تخفيض ولدينا المعلومة هي أن الدمية بمئتان درهم ولكن أحمد دفع فقط 160 درهم إذن كم هو التخفيض فيها؟ إذن سنحسب هكذا كان تمانه 200 درهم لهذه الدمية لكن هل دفع 200 درهم؟ دفع فقط 160 درهم إذن كم قدر التخفيض الذي حصل عليه بالنسبة لمئتان درهم؟ 200 نقص 160 تساوي 40 إذن هذا هو قدر التخفيض في الدمية إذن أحمد حصل على تخفيض قدره 40 درهم في الدمية هذه المعلومة إذن نستخرج أولا قدر التخفيض قلنا نبحث عن النسبة المئوي يعني كل 100 كم فيها من تخفيض لدينا الدمية بمئتان وأحمد حصل على تخفيض بـ 40 درهم 200 تمنها الأول ناقص 8 الحقيقي الذي دفعه أحمد تساوي 40 إذن كل 200 فيها تخفيض بـ 40 إذن سنرى 100 ونحسب جداء الوسطين تقسم العدد الثالث إذن 40 في 100 تقسم 200 40 فيما هي 4000 على 200 يعني تقسم 200 تساوي 20 إذن كل 100 درهم فيها تخفيض بـ 20 إذن هنا نكتب 20 يعني أنه ونقول النسبة المئوية للتخفيض إذن هنا النسبة المئوية للتخفيض إذن كتبنا الطريقة طلاقا من جدول الرابع المتناسب ونكتب هي كم؟ إذن نكتب 20 هي 20 في المئة كل 100 فيها 20 20 في كل مئة إذن هذه الطريقة إذن هي هذه الحالات الممكنة التي رأينا ثلاث حالات إذن انطلاقا في الأول حالة الأولى انطلاقا من النسبة المئوية حسبنا الثمن بعد التخفيض طريقة الثانية لدينا قدر التخفيض ولدينا النسبة المئوية إذن حسبنا الثمن قبل التخفيض وهنا حسبنا مرحلة الثالثة أو الحالة الثالثة حسبنا النسبة المئوية للتخفيض إذن فالطريقة سهلة جدا دائما يجب التدرب على مثل هذه الأمثلة واستعمال جدول الرابع المتناسب وهي أسهل طريقة إلى اللقاء وبالتوفق للجميع